بسم الله الرحمن الرحيم طربة وطالبات الصف الثاني الثانوي ان شاء الله مكملين مع بعض العرضة بقية ان شاء الله يونت وان اول وحدة الاولى كان بقى انه بس جزء الخاص بالجرامر اللي هو القاعد زمن المضارع البسيط هو الزمن ده اللي عندنا موجود في الوحدة الاولى الزمن ده احنا بندرسه من وحنا في ابتدائي كل سنة تاريخ من نصب مضارع بسيط مضارع بس طب ايه وبعدين كل ما في الامر ان هو بس بيزيد كل مرة كده كل سنة يزودوا لك معلومة او معلومتين بيكبروا شوي طيب هو سهل جدا بس اما حاجة في البداية احنا لازم نعرف احنا بنستخدم المضارع البسيط امتى يعني استخداماته قال لك اول حاجة بنستخدم فيها المضارع البسيط لما نجي نعبر عن عادة او تكرار حاجة انت بتعملها كل يوم او حاجة عادة سابتة عنك مثلا انك بتروح كل جمعة الكلاب خلاص يبقى يعني انا بروح النادي كل جمعة خلاص دي حاجة عندك سابتة مثلا بتروح المدرسة كل يوم بالبس بالاتوبيس خلاص ده تكرار عندنا مثلا يقول لك بيروح الشغل بالقطر كل يوم خلاص حاجة بتكرارة كل يوم او حاجة عندك عادة انك بتعملها مثلا كل فترة بس في المعادة سابت بنستخدم مضارع بسيط الاستخدام الثاني مضارع بسيط لما يكون بنعبر عن حقيقة هل هي حقيقة علمية بس لا ممكن نكون عبرها هي علمية او معلومة عن شخص يعني لو انت مثلا او انت بتشايفة ان في حاجة معينة صفة معينة او في معلومة عن صاحبتك بس اما حاجة انها تكون حقيقة طبعا ما نكونش بنجذب هنستخدم مضارع بسيط لما يكون في شيء ثابت ومعروف سواء علمي او غير علمي برضو بنستخدم مضارع بسيط حقيقة علمية مثلا ما قولك يعني معناها الارض يعني بتلف حوالين الشمس طبعا دي حقيقة علمية خلاص ما 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 قدرش اقول حاجة ان الارض ايو فيها الارض بتلفحون الشمس هنستخدم هنا مضارع بسيط لما قولك مثلا لو انت مثلا بتغلي المية ايه اللي هيحصل يعني هي تتبخر برضو دي حقيقة علمية ما قدرش اتكلم فيها هستخدم مضارع بسيط طيب اللي هي الممرضات لوك افتر لوك افتر يعني بتعتني بيه بتعتني بالمرضة في المستشفات اكيد دي اه يعني حاجة شيء ثابت ومعروف اكيد معروف طيب وي رايت انجليش فروم ليفت تولي احنا بنكتب انجليزي من الشمال لليمين احنا بنكتب انجليزي من الشمال لليمين اكيد ما هي دي حاجة برضو ثابتة او شيء معروف يبقى بنستخدم المدارة البسيط للتعبير عن الحقائق ديت بنستخدم المدارة بسيط للتعبير عن العادات بنستخدم مدارة بسيط في حالة طلب او اعطاء تعليمات او اتجاهات يعني دي تسال تقول له مثلا اروح ازاي المحطة انت هنا بتطلب الاتجاه طيب انت بتقول له واحد بقى امشي كده يبقى انت تمشي طوالي بعد كده خوش او حوة شمال يو برضو لما تيجي تعطي تعليمات او تعطي توجهات بنستخدم مدارة بسيط كما قولك مثلا زاكر الدرس ده وانت ان شاء الله هتنجح طيب بنستخدم برضو مدارة البسيط لما نيجي نعبر عن احداث هتحصل في المستقبل ايه ده معقول ممكن نستخدمه مع المستقبل بس خلي بالك لحظة واحدة هنا هنستخدمه في المستقبل لما يكون فيه عندنا جداول موعيد يعني اي حاجة مجدولة يعني مكتوبة كده في مكتوبة في جدول لان الحصة مثلا بتبدأ الساعة تمانية خلاص يبقى هقولك مثلا ستبدأ الساعة تمانية هنستخدم برضو مدارع بسيط اما تلاقي فيه وقت زي كده طيب المدارع بسيط برضو بيستخدم للتعبير عن موقف حقيقي دائم يعني مثلا اقولك انا عايش في مصر او هو عايش في مصر حاجة دائما اكيد انت مش هتعيش يعني مثلا في مصر يومين وفي انجلترا يومين لا اكيد لك مكان سابق بنستخدم مدارع بسيط مع فعال الشعور والحواس والعاطفة والادراك والتفكير مع الحاجات كلها اللي بنستخدم لها حواسنا الخمسة او مع الشعور او مع الحاجات اللي بتيجي العاطفة والحب والكلام تكل بنستخدم معاه مدارع بسيط بنستخدمه مع الرابط الزمنية وعشارها اللي هي لما يكون الزمن التاني مستقبل او مدارع وهنشوفها برضو بالتفصيل طيب المدارع البسيط فيه برضو عندنا كلمات لما بنشوفها بنعرف من غير حتى ما نعرف معنى الجملة لما نشوف الكلمات دي بنعرف من ده مدارع بسيط ايه كلمات طبعا كلمات اللي هنعرفينها من زمان كلمة يعني كل يوم كل يوم كل اسبوع كل مانت يعني في ايام السبت في ايام الاحد من حين لاخر مرة واحدة مرتين مرتين في الاسبوع كالمعتاد بانتظام يعني ما يقول لك مثلا مارك بيروح النادي مرتين في الاسبوع بيتيجي برضو مع الكلمات ديات لما تلاقي كلمة يعني دائما عادة غالبا احيانا نادرا او ما لايه الحاجات دي كلها اعرف ان انا هتكلم على المدارع البسيط عرفنا استخداماته وعرفنا الكلمات دا اللي عليها طيب بنكونه ازاي المدارع البسيط عايزين نتفق مع بعض ان احنا الضماير الضماير عندنا في اللغة الانجليزية بنقسمها هما سبع ضماير طبعا اي ويو ووي ودي دي كده بنوع عليها ضمائر الجمع هتقول لي اي هو انا دا جمع هقولك لا احنا بنضيفه معاه يبقى الاي والوي والذي واليو دول جمع اما الهي شي ات دول الضماير الصغيرة او الضماير المفرد يبقى عندنا الضماير اللي نقول عليها نخليكم معايا ان احنا هنسمي الاربعة دول ضماير الكبيرة والهي والشي والات ضماير الصغيرة الضماير الكبيرة عشان هي كبيرة ما بتحتاجش حاجة الفعل بيجي زي ما هو بيجي في المصدر يعني ايه في المصدر يعني من غير اضافات يعني مثلا عايز اقولك انا باكل مثلا بيتزا يبقى i eat بيتزا eat حطيت ات ذا ما هي ولا حتطلها s ولا حتطلها ing ولا اي دي ولا اي حارس يبقى ايزا المدارة البسيط عشان نكونه ببساطة مع الضماير اللي هي الضماير الكبيرة او الضماير القوية اللي هي ال i وال we وال they وال you نحط الفعل من غير اما بيحتاجوش اصلا حاجة للفعل نحط الفعل زا ما هو طب الضماير الصغيرة اللي هي الهي والشي والات لا بقولك ايه ضماير صغيرة بتحتاج حاجة تساعدها مع الفعل بنحط s للverb يبقى لما اجا اقولك he هقول he eat لا he eats طب she run لا runs طب eat walk لا walks يبقى ايزا الضماير الكبيرة اللي هي ال i وال we وال they وال you ما بياخدوش حاجة مع الفعل بنحط الفعل زا ما هو ومش محتاجين اصلا اما الضماير الصغيرة بنحط الفعل s الضماير الصغيرة هي الهي والشي والات احنا اتفقنا هنحط الفعل s قالك بس في ملحوظة لو الفعل عندك لو الفعل عندك بينتهي باي حاجة باي حرف بينتهي بال x او ال o او ال ss او ال c h او ال s h لو الفعل عندك بينتهي بحاجة من دول هنحط له es يعني مثلا عندي كلمة wash wash هي المفروض لحد هنا كده هي w a s h لحد ال s h المفروض wash يعني يغسل طيب انا هحط s لا قالك لو الفعل انتهى بs h تحط له e s ما ينفعش ان انت تحط له اه تحط له s بس طيب مثلا عندي فعل زي cross cross يعني يعبر ده 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 الفعل الاصلي لو انا جيت اقول لك مثلا انت you cross the road انت بتعبر الطريق every day احنا اتفقنا هنا ايه الكلمة ده اللي عندنا على زمن مضارع بسيط لقيت كلمة every خلاص ده مضارع بسيط طيب المفروض ان انا هحط ال verb s بقى هنا لا استنى قبل ما تشوف هتحط ال verb s ولا لا انت ترجع للضمير هالضمير ده قوي ولا ضمير ضعيف احنا اتفقنا الاربعة اللي هما القبارة او الاربعة اللي هما الاقوية ال i وال we وال they وال you ده قوي خلاص مش هيحتاج حاجة مش محتاج ان احنا نحط حاجة للفعل طيب لو انت شلت بقى وحط قلت مثلا he cross نفس الجملة the road everyday لا استنى بقى احنا قلنا انهي وش يقول ايه الضمير ضعيفة يبقى المفروض هحط هنا الفعل s ايه ده بس شوف تشكله بقى عامل ازاي 3s مع بعض طب ده كلام ما هو قال لك استنى لو الفعل انتهى عندك ب s s هتحط له e s بدلا من s شوف حتى عشان يبقى المنظر لذيذ معك يبقى القاعدة بتقولك ان لو الفعل عندي انتهى ب x o s s c h s h يبقى لازم احط للفرب e s بس خلي بالك كلام ده مع الضمير الضعيفة بس قالك لو الفعل انتهى ب y وقبل ال y حرف ساكن زي مثلا عندك كلمة cry اهي قبل ال y حرف ال r وده حرف ساكن قالك تشيل ال y وتخليها i e s تبقى cry بس الكلام ده مع الضمير اللي هي هي وشي وقت طبعا ده الكلام ده لو جي قبله حرف ساكن لكن لو ال y جي قبله حرف متحرك يعني جي قبله ايه هي الحروف المتحركة a e i o u لو جي قبل ال y اي حرف من الحروف ديت لا استنى انت هتسيبها زي ما هي وتحط ال s بتاعتك يعني كلمة enjoy اهي قبل ال y في عندك o يعود حرف متحرك هحط s بس play هحط s بس pray يصلي هحط s بس ليه لان ال y هنا سبقت بمتحرك وليس بساكن لكن لو ال y سبقت بساكن زي مثلا كلمة try لا try هنا سبقت ال y بساكن يبقى لما اجي اقولك he هقولك he tries هحول ال y ال i e s طيب يبقى احنا كده ببساطة عرفنا المدارعة البسيط بيتكون ازاي every مش شرط ان هي تتحط في اخر الجملة ممكن تيجي في اول الجملة فيش مشكلة اعرف على طول برضا مدارعة بسيط every monday كل يوم اتنين mark goes to the club طيب ثانية واحدة بين هنا انا عرفت خلاص ان ده اول حاجة ابص عليها الكلمة الدلة عرفت ان الكلمة الدلة every يبقى ده كده مدارعة بسيط تاني حاجة ارجع ابص عليها على طول الضمير او الفاعل يعني الفاعل عندي هنا اللي هو mark طب mark ده ده اسمه واحد اللي هو he ده ضمير قوي ولا ضعيف تمام ده كده ضمير ضعيف يبقى هيحتاج ان انا ما ينفعش الفعل يجي الواحد ولازم احط للفعل s هيحتاج s للverb طيب جميل قوي انا عندي هنا الverb اللي هو go go يذهب المفروض ان انا هحط s كده لأ ثانية واحدة ما انت قلتلي في قاعدة ان لو الفعل انتهى ب o او s s او c h او x طبعا او s s هنحط له e s يبقى انا لو الفعل عندي انتهى ب o هنحط للفعل e s بدلا من s اهي فاكرين نتلقى نرجع لها تاني لو الفعل انتهى ب x o s s c h s h هنحط له e s طيب ظروف التكرار اللي هي اللي قدامنا ديت اللي هي بتعبر عن تكرار زي احيانا وغالبا وعادة ومرارا ودائما قالك ان هي لما بحط verb to be بتيجي بعد verb to be ما فيش verb to be اللي هو ام و اي زوار يعني اقول لك he always comes late خلاص ادي الفعل الكامة اهو حطت له s عشان he always بتيجي ما بين ال verb اللي هو ظروف التكرار يعني ما بيجو ما بين ال verb و ما بين الفعل ماشي طب لو جي بعد الفعل verb to be لو الفعل جي عندي بعد و verb to be احط ورا verb to be آآ ظرف التكرار تاني يعني ظرف التكرار من الاخر بيجي مقورة الفعل على طول he always طب لو جي is لا تتحطيها بعد is يبقى he is always ما ينفعش اقولها هيجي بها لأ دي بتيجي في فينزا مستيك كتير هيجي يقول لك he always is late ما بيش حاجة اسمها always is لا is always يبقى he is الأول وبعدين all طيب لما نيجي ننفي الزمن ده بننفيه ازاي احنا اتفقنا الضمار القوية عندنا لها i will 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 they will you والضمار الضعيفة لها he was she will it احنا بننفي بكلمة مع he was she will it اللي هدام بتحب ال s بننفي بكلمة doesn't doesn't ده النفي بتاعنا يعني ما اقول لك مثلا that man هذا الرجل doesn't have a car doesn't يعني لا يمتلك سيارة doesn't have طيب ال i will we وال they will you بنحط بياخدوا كلمة don't don't يبقى ال hee والشي وال it بيحبوا ال s بياخدوا الكلمة اللي فيها ستبتعا نشوف الكلام ده اه مع بعض يعني ما زي هقول لك he crosses the road هو بيعبر الطريق انا عايز انفي الجملة دي هقول لك he ومع النفي قولنا بنستخدم كلمة doesn't doesn't بنستخدم كلمة doesn't ليه حطيت doesn't لان لان هي والشي وال it ضمير صغيرة فبناخد الكلمة اللي فيها s طيب هل هنا بقى هقول he doesn't crosses the road هل كده صح لا كده مش صح ليه بقى لان انت قلت لي هي والشي وال it ضمير ده ايه بيحتاج ال s انا حطيت له ال s خلاص هيا اللي هو عايزها يعني ال s اللي هو بيحتاجها حطيت هالو في الكلمة بتاعت النافي ازاي بقى تيجي للفعل وتحط له s تاني يبقى هتشي هترجع الفعل لمصدره لاصله هتشي لل es اللي انت حطيت هالو دي هيبقى he doesn't cross the road يبقى القاعدة بتقول لك عند استخدام doesn't يعود الفعل الى مصدره تعالي اخد جملة عني عشان قلت لك مثلا انها play طبعا plays football daily يعني يومي طبعا الكلمة اللي عندي هنا كلمة daily اللي هي يومي طب انا عايز احط الجملة دي في negative يبقى نهة تمام هاقول هنا بقى don't ولا doesn't لا استنى ده دمير ضعيف يبقى هياخد اللي فيها s يبقى does doesn't طيب doesn't plays الله هتحط لي s يعني هو خلاص ما هيخدت ال s هنا هي هتحط لي s و s ما ينفعش نحط اتنين s لا خلاص نوها خدت ال s دي يبقى انا هشيل الاسم هنا و نوها doesn't play ونكمل الجملة عادي خالص ما بيش اي مشكلة طب بالنسبة للضمير هنا لو قلنا مثلا يبقى we play food لما نيجي ننفي بقى ديت هنعمل اي هنقول we don't play هتحط ماذا ما هي اصلا ان هي مصدر don't play food يعني اصد يقولك ان الشغل عندنا كله مع الضمائر الضعيفة ان نحن بنحط doesn't ونحط الفعل مصدر لكن لو ضمير قوي بنحط don't وكده كده اصلا فعل مصدر لما تلاقي في الجملة في كلمة sometimes always often usually occasionally usually يعني عادة و occasionally برضو احيانا often غالبا always sometimes احيانا لما تلاقي اي كلمة من الخمسة دول في الجملة وعايز تنفي هتحول دول ل never تاني يعني ايه مش هننفي ب don't و doesn't لا هتنفي بكلمة never طيب ناخد مثال we always watch filmes on television انا عايز في الجملة دي هنشيل كلمة all ما يفعش نقول we don't always لا مدام في always sometimes or usually or occasionally هنشيل ونحط never يبقى we never watch filmes on television يبقى never وحطنا الفعل زي ما هو وكملنا الجملة خلي بالك من نقطة ان never لا تؤثر على الفعل خليك من حتة دي يأتي بمعنى اننا هنا تعالين في الجملة دي بتاعة noha doesn't play بدل ما اقول doesn't عايز احط كلمة never هي هي مساوية لها هقول never play football deal ايه ده كده صح لا ثانية واحدة بقى انا لما قلت noha doesn't play خلاص noha خدت خدت الاس هي قلت doesn't عشان كده هحط الفعل في المصدر never هل noha خدت s منها هي never فيها s لا الله طب وبعدين ما احنا ضمير ضعيف محتاج s يبقى هنعمل ايه هترجع الاس اللي موجودة في الفيرب عندك يبقى noha never plays football deal يبقى اذا never لا تؤثر على الفعل لو في s تنزله زم هو لكن doesn't هي فيها s لذلك بتخلي الفعل فيها عندنا نوعين من السؤال سؤال yes or no وسؤال wh question طبعا نترو في الاول ازاي نعمل سؤال بyes و no قال لك بنبدأ الجملة do او does يعني موضف لك do you play لو جاءت اول الكلام يمعناها do you play football yes i do ولو عايز اجاب اقول no i don't طيب جميل يبقى لما اجاب السؤال yes or no بستخدم اما do او بستخدم does طب امت بستخدم do وامت بستخدم does do والله لو انت بتسأل do مثلا new do they do i do we لو بتسأل باي ضمير من دول هستخدم do لكن does هحط اقول does he او does she او does it يعني ناخد مثال هقول do they play football هل هم بيلعبوا كرة فانت لما طبعا هنا do لازم تبقى capital لان جاي في اول كلام do they play football فانت لما هتجاب هتقول yes they do or no they don't طيب لو انت بتسأل مثلا هل احمد بيلعب يبقى does احمد اللي حطيت does عشان كلمة احمد طبعا الاسم هنا بحرف the capital does احمد طب هقول هنا plays ولا play لا ما هي فيه s هي خلاص احمد وقت ال s ما احنا قلنا مش بحتاج ان انا حط s تاني يبقى does احمد play football yes he او yes احمد does he yes he does or no he doesn't لما نيجي نكون سؤال WH اللي هو زي مثلا what aware أو how قال لك بنحط السؤالات الاستفاهم اللي هي الكلمة الاستفاهم بتاعتنا مثلا what وتحط وراها do أو does وتحط الفعل وتحط الفعل يعني ايه الكلام يعني مثلا لو عايز اقول لك ماذا تأكل لتبتأكل اكل اليوم يبقى what وبعدين نحط الفعل المساعد اللي هو do you eat every day دي بستخدم ادالة بتاعتي بعد كده بحط do أو does وهنا هتبقى جاب فعل مساعد do لو الفعل عندك i أو they أو you does لو الفعل عندك he أو she أو it وبعدين بحط الفعل مصدر سواء استخدمت do أو سواء استخدمت does does بحط الفعل مصدر سواء استخدمت do أو سواء استخدمت does يعني what does she eat هيتبقى أن الجزء الخاص بال passive إزاي نحاول مضارع البسيط من active إلى passive طبعا لو أدت تهلك دلوقتي هيبقى كتير عليكم إن شاء الله مرة جاية هناخد الجزء الخاص بالبسف وهناخد زمن المضارع المستمر وفي عندنا برضو زمن الماضي البسيط ده كله موجود في الوحدة الأولى وفي عندي كلمة used to إزاي هنستخدمها و هنحل مع بعض آآ شوية أسئلة على اليونت وكما مفروض أنا أخلصها في الدرس ده بس للأسف هو خدمني وقت كتير فمعليش إن شاء الله في الفيديو القادم هنحلص اليونت تماما وهنحل عليها بس تمنى أنتم تذكروا الجزء ده كويس قوي الموضوع سهل ما فوش أي حاجة صعبة خالص إن شاء الله ما تلاقوش وإنتوا بتذكروا حاجة طوى قدامكم ياريت لو في حاجة قدامكم ياريت تكتبوا لي في كومنت وأنا متابق معكم إن شاء الله شكرا رحضاركم لو الفيديو اعجبك like share and subscribe سلام عليكم اشتركوا في القناة